الأصل الذي يستند إليه في هذا هو ما رواه الإمام مسلم من حديثهم السلام رضي الله عنها وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره وفي بعض الروايات ولا أطفاله شيئا ومعنى هذا أنه ممنوع من أخذ شيء من شعره وبشره من الحكم يتعلق بمن يتعلق بمن أراد الأضحية فهو حكم يتعلق بالمضحي نفسه ولم يميز النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون هذه الأضحية عنه أو عن غيره إنما يشمل هذا ما كان عنه خاصة كان يضحي الإنسان عن نفسه منفردا أو يضحي عن نفسه وعن غيره